دور الأسرة كبير بلا شك وهو المحفز الأساسي لوصول أبنائنا إلى المستوى التعليمي المنشود ورأينا الإنجازات التي حصل عليها أبنائنا خلال العام الماضي المنصر على مستوى العالم وكيف تقدمت مملكة رابع السعودية في مجموعة العشرين هذا كله لا يمكن أن يأتي من فراغ إلا من أسرة محفزة جاذبة تعطي أبنائها الأولوية للتعليم أيضا تشارك أبنائها في صنع إنجازات بأنفسهم فكلما أعطينا الأبناء رسالة إيجابية كلما شارك الأبناء في طلباتهم الشخصية المدرسية بشكل يومي بشكل آني كلما شار الأبناء بالشغف إذن الأسرة هي المحضن الأول لتهيئة بيئة تعليمية جاذبة ثم يستكمل بعد ذلك المؤسسات التربية الأخرى إذن الأب والأم والأسرة الصغيرة والمجتمع الصغير عليهم دور وعب عظيم رسالة إيجابية محفزة تهيئة أبنائنا قضينا شهرين كاملين اللهم لك الحمد يجب أن ننطلق الآن والعالم ينتظرك هذا الوسم الجديد للوزارة فالجميع ينتظر وينظر لنا نظرة إجدال وتقدير لما حققه أبنائنا خلال العام المنصري وأيضا كما قلت سابقا تقدم مملكة ربيعي السعودية في مجموعة العشرين في هذا الجانب فالأسرة عليها الأمر الأكبر في هذا الجانب